اربعة جرحى من الاطفال في هجوم حوثي بطائرة مسيرة استهدفت مدرسة في التحيطة جرحى القوات الحكومية في الداخل والخارج يواصلون مطالبتهم باستكمال علاجاتهم جلسة استثنائية لمجلس حقوق الانسان بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطيني الثالثة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء اهلا بكم الى النشرة الاخبارية من قناة اليمن اليوم جرحى اربعة اطفال من اسرة واحدة في هجوم حوثي بطائرة مسيرة استهدفت مدرسة في مديرية التحيطة جنوب الحديدة وقالت مصادر محلية وطبية ان بريشيا الحوثي استهدفت اطفالا كانوا يلعبون قرب مدرسة الخنسة في التحيطة بقذائف اطلقتها من طائرة مسيرة ما ادى الى اصابة اربعة اطفال بجروح متفرقة من اجسادهم تم نقلهم الى مستشفى الخوخة لتلقي الاسعافات الاولية ومن ثم جرى تحويلهم الى مستشفى اطباء بلا حدود بالمخى واوضحت المصادر ان الاطفال من اسرة واحدة كانوا يلعبون وتزايدت هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة على المدنيين خلال عشرة ايام من الماضية تجفت طيارا من حوت المسيار حرفوا اطفال ابني وابناء اغي وهم الى اول في مدرسة جنبى المدرسة كانت طيارا محلق وغرب اليوم بالحاول صباح في هذا اليوم الموافق 27 مايو 2021 كان مسعاف اربع اطفال من مدارة التحادة ومصاغين شظايا متفرقة في البطر والاطراف السفلة اتراوح عمارهم بين ال 15 وال 10 سنوات كانت الصعبتهم الحمد لله استغررت طيب استثناء عادهم فعندهم شاطئية في البطر وعملنا عنهم السعافات الاولية ومتم تحويلهم الى مستشفى اطفال الحدود الاستكمال للاعب لذلك اسقطت القوات المشتركة طائرة حوثية مسيرة هجومية في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بعد ايام من ارتكاب المليشيا جريمة بقصف من طائرة مماثلة استهدفت مطعما في سوق شعبي بذات المنطقة العلام العسكري اكد ان طائرة حوثية مسيرة تحمل قذيفة عيار 60 تم اسقاطها بالسلاح المناسب اثناء محاولتها التحليق فوق مناطق اهلة بالسكان جنوب غرب مركز مديرية الدريهمي يأتي ذلك تزامنا مع الكشف عن احباط مخطط الهجوم البحري والبري للمليشيا الحوثية الذي كان يستهدف حيا منظر وباتجاه الحديدة تحاول المليشيا توجيه بوصلتها بعد الانتكاسات المتواصلة في حدود مدينة مارب التي اصبحت عصية على اي اختراق حوثي وقد ابتلعت قوة بشرية مهولة من مجنديها واصابت تحركاتها بالعجز التام منظر احد احياء مدينة الحديدة الجنوبية والذي يعد بوابة مطار الحديدة والمنصة والسيطرة النارية على اطراف الاحياء السكنية التي ما يزال الحوثي الى اللحظة يتمترس فيها كانت ميليشيات الحوثي تحاول الهجوم على هذا الحي لاحداث اختراق ومحاولة تأمين نفسها داخل المدينة فالحديدة ما تزال لدى اجندات ايران ذات اهمية بالغة مهما انشغلت ميليشيات الحوثي ذراعها في اليمن بمعارك مأرب والجوف والجميع يعلم مدى اتخاذ الحديدة كريئة ومتنفس وحيد للميليشيات على البحر الاحلام العسكري وفي خطوة استباقية اعلن عن احباط هجوم بري وبحري هدف الحوثي به الى تحقيق اختراق صوب مدينة الحديدة لعزل المناطق المحررة جنوب المدينة وقد استخدم الاعلام العسكري لكلمة هجوم وشيك ففيه من الدلالة ان الخطر ما يزال قائما وان ايران بذرائها في الحديدة تحاول الى اللحظة تكرار سيناريو الهجوم على الدريهمي وتجريف اتفاق السوكولم بخلنا في القارب السيطق يعني مسافة لما قلنا في حدود القوات الحوثيين وتم يعني قالوا اسبح من هنا سبح ثلاث ساعات الاعلام العسكري وزع صورا لاعتراف عنصر الاستطلاع الذي كشف عن تفاصيل خطة الهجوم الحوثية الذي تم التحضير له عبر محورين بري وبحري وقد حاولت الميليشيات استغلال فسحة العيد ظن منها ان الوقت الميت سيخدم محاولة تحقيقها لمكاسب ميدانية على الارضة قفست من فوق القارب سبحت الى الشاطئ كان قبل المغرب وتم الاتفاق اذا وصلت هنا استطلع المنطقة اذا ما حصلت اي قوات ولا اي شيء اشر لي في القارب بل لا يزر لي اعطانيه وبعدين هو يبلغ القوات كان قديم جهزه لتنفيذ الهجوم ان الله لا يصلح عمل المفسدين تحركة ميليشيات الحوثي مرصودة القوات المشتركة بمختلف تشكيلاتها على اهبة الاستعداد فالحرب في الحديدة لم تقف البتة فالسكون الكسيح قد اسس عقدا للصراع تحت الرماد تعيشه الحديدة في حال من اللاسلم واللاحرب وفي احد اشكال هذا العبث التي ما تزال الناره مشتعلة هذه طائرة حوثية مسيرة هجومية تم اسقاطها في السماء الدريهمي تأتي بعد ايام من ارتكاب ميليشيات الحوثي جريمة بقصف من طائرة مماثلة استهدف مطعما في سوق شعبي بذات المنطقة لذلك اكد وزير الخارجية الروسية سيرغلافاروف ان روسيا تعمل مع جميع اطراف النزاع والامم المتحدة لحل النزاع في اليمن واعرب في مؤتبر صحفين عاقب لقائه وزير الخارجية احمد بن مبارك عن شعوره بالقلق ازاء الوضع في اليمن الذي مزقته الحرب مشيرا الى الدور المركزي للامم المتحدة للحل واضاف وزير الخارجية الروسية ان الازمة اليمنية الداخلية ادت الى تجميد فعلي لجميع مناحي الحياة الاقتصادية والتجارية والانسانية والتعليمية بين البلدين من جانبها اتهمت منظمة العفو الدولية مليشيا الحوثي بتعذيب السجناء المعتقلين تعسفيا ونفيهم قسريا واشارت في تقرير لها بعنوان اطلق سراحهم وتعرض للنفي ان التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنين كشف ان بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين واتباع الاقلية الدينية الذين تم اطلاق سراحهم في اطار صفقات سياسية عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية تم تعذيبهم لمدد وصلت الى سبعة اعوان واشار تقرير المنظمة الى ان المعتقلين السابقين الاثني عشر اكدوا في مقابلات معهم انهم تعرضوا للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال وقال ان الكثير من المعتقلين لا يزالون يعانون اصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة الانتهاكات هذه بدأ مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة جلسة استثنائية للنظر في الاوضاع الراهنة في الاراضي الفلسطينية بطلب من دولتين فلسطين وباكستان بصفتها مناسقة لمنظمة التعاون الاسلامي الاتين قدمتا مسودة قرار المجلس وتطالبان فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تتولى التحقيق في جميع انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ الثالث عشر من ابريل الماضي وفي سياق متصل قالت منظمة العفو الدولية ان جلسة مجلس حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة يمكن ان تساعد في ضمان اجراء مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته بحق الفلسطينيين حتى في حالة وقف اطلاق النار مع قطع غزة مشرة الى انه يجب على الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الانسان ان تتناول جرائم الحرب المحتملة في غزة مثلما يجب ان تتناول الاسباب الجذرية للصراع بما في ذلك المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية والحصار المفروض على غزة والاخلاء القسري وعمليات نزع ممتلكات العائلات الفلسطينية مثل تلك المقيمة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة الى ذلك اكد وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن ان مصر والولايات المتحدة تعملان معا من اجل السماح للفلسطينيين والاسرائيليين بالعيش في سلام وامن وجاءت تصريحات بلينكن على هامش زيارته الى العاصمة المصرية القاهرة في اطار جولة في المنطقة تستهدف تثبيت وقف اطلاق النار بين غزة وقوات الاحتلال الاسرائيلية واضاف بلينكن في حديث بمقر السفرة الامريكية ان مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع جولة العنف الاخيرة بين اسرائيل والفلسطينيين وفق رويترز وخلال محادثاته في القاهرة يلتقي وزير الخارجية الامريكية بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار مساعدي وتناقش زيارة بلينكن الى القاهرة عددا من الملفات العاجلة على رأسها تثبيت التهدئة التي نجحت القاهرة في تنفيذها بين قوات الاحتلال وقطاع غزة بدعم امريكي الى جانب دفع الجهود لاعادة اعمار قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الاساسية لسكانه والمضي في تنشيط عملية السلام لمنع تفاقم الاوضاع وقفات احتجاجية متتالية ينفذها جرح القوات الحكومية في الداخل والخارج للمطالبة باستكمال علاجاتهم وصرف مستحقاتهم العلاجية الا ان هذه الوقفات لا تلاقي تجاوبا يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها دفاعا عن الوطن يعاني الاف اليمنيين من جروح بليغة واعاقات دائمة بسبب الحرب ولا تكمل مشكلتهم في ذلك وحسب بل في غياب فرص المعالجة في المشاف اليمني او في الخارج لاسباب عدة ابرزها قصور دور الجهات ذات الصلة في صرف مستحقات الجرح وعلى رأسهم جرح القوات الحكومية الذين بدورهم ينفذون وقفات احتجاجية ما بين الحين والاخر ولكن لا حياة لمن تنادي فقد تفاقمت معاناتهم في دول المهجر بعد ان تجاوز البعض منهم الثلاث سنوات في الخارج اهمال حكومي بات واضح للعيان امام حجم التضحيات التي قدموها هؤلاء لكنها قوبلت بتجاهل من قبل السلطات المعنية التي تخلت عن دورها في توفير مستحقاتهم العلاجية سواء لمن كانوا في الداخل او الخارج مما تسبب في تحول بعض حالات الجرحة الى البحث عن قيمة مسكنات للألم نتيجة توقف الحكومة عن سداد مصاريف علاجهم رغم المناشدات والاستغاثات التي لا تجني سوى وعود بلا نتائج ليست المضاعفات الجسدية التي يتعرض لها الجرحة عاما بعد اخر بسبب الاهمال هي الوحيدة بل ثمت مضاعفات نفسية اخرى ضاعفت من معاناتهم بسبب ما يعتقدون بانه تمييز مناطقي بين الجرحة من قبل الحكومة ووزارة الدفاع الامر الذي ضاعف من معاناتهم كون البعض من الجرحة يتلقى عناية ورعاية ضبية كاملة وشاملة فيما يفتقر البعض لأدنى الاحتياجات الضرورية ويواصل الجرحة تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم دون كلل على امل ان تلقى احتياجاتهم تجاوبا من الحكومة يتناسب مع تضحياتهم التي قدموها في معركة التحرير واستعادة الجمهورية ويأملون ان لا يتركوا على قارعة الاوجاع مهملين بلا علاج تنهش اجسادهم المعاناة ويؤرقهم الاحتياج والخذلان للمزيد ينضم الىنا عبر الهاتف الجريح احمد السبائي من جنود اللواء الخامس والثلاثين مدرع مرحبا بك اهلا وسهلا ومرحبا بقناة الشرار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حدثنا عن اصابتك ومما تشكو انا جريح احمد القادر عبدالخير السباح مرحب في جبهة النصراخ فيما يقارب من فريح الفراش يعني طلقان عفقة الدنيا لما يقارب فيما يقارب لا يعطيني اتحاجة ولا قابل في حاجة لعب الجرحة سافر وطموم انا يعني مستحق نطالب من فريح الفراش نطالب رئيس اللقنا نطالب جمهورية نطالب جمهورية نطالب قادر المزوعة احنا قرحا وقال الله فينا لنا من قارب سبسانين قرحا ان تراش ولا كلام ولا اجتمعوا لنا ولا اجتمعوا لجفارتنا ولا اجتمعوا لجفارتنا ولا اجتمعوا لكلام ما خروب قال لنا ما فيش ما بوش نعم من الذي يقول لا يوجد شيء وما هي رسالتك ورسالة الجرحة الجريح أحمد السبأي أحد جنود اللواء الخامس وثلاثين مدرع شكراً جزيلاً لك مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل ارتفاع الإصابات ببيروس كورونا في اليمن رغم انخفاض الحالات المعلنة موسيقى موسيقى الحوثية بناء تهامة تنديداً بالمجازر الحوثية التي ترتكب ضد المدنيين كل يوم ولكن يائسة للتقدم إلى مدينة حيث لكن القوات المختركة تصدوا لهم محمد الشعيبي لقارات اليمن اليوم عبدالعالم دحلان لقناة اليمن اليوم محافظة مأرب ديرية الخوقة شرف الشمري من جبهة الحيث حسام بكري عواد الوهباني اليمن اليوم تعز دليل يوسف اليمن اليوم مطار وعدن الدولي عبدالهادي فرحات قناة اليمن اليوم غزة أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بالبيروس وحالتي وفا وأوضحت في حسابي على تويتر أن 9 حالات إصابة سجلت في تعز وأربع في البيضاء وثلاث في مارب وحالة في الضالع وأخرى في المهرة أضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة الأولى في حضر موت والثانية في مارب فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء في كل من حضر موت وتعز وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 6,688 منها 1,313 حالة وفا وثلاثة آلاف وثلاثمائة وست حالات شفاء ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بفايروس كورونا في اليمن رغم استحداث مراكز تلقيح في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والتي بلغت 24 مركزا في الوقت التي تتواصل فيها سلطات الصحية في الحكومة اليمنية السحداث مراكز تلقيح ضد فيرس كورونا في مختلف المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطتها فيما بلغ عدد مراكز التلقيح 124 مركزا معتمدا في محافظات عدن وتاز وحضرموت وشبوى وأبين ولحج والبيضاء وسقطرة والضالع ومارب إلا أن ارتفاع الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا المسجد بلغ 6688 حالة بعد تسجيل 18 إصابات جديدة في خمس محافظات خاضعة للحكومة الشرعية تصدرتها تأز بنصف العدد اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباكرونا قالت في بيان لها أنها سجلت حالتي وفاة بالفايروس و33 حالة تعافي خلال 24 الساعة الماضية وأضافت اللجنة الإجمالية الوفيات بالفايروس التاجي ارتفع إلى 1313 حالة وفاة في مقابل 3306 حالة شفاء وفي إطار جهود مكافحة الفايروس أعلنت وزارة الصحة أنه تم تطعيم أكثر من 53 ألف شخص ضد الفايروس منذ انطلاق حملة التحصين في 20 إبريل الماضي وحتى 25 من مايو الجاري وقال مدير مشروع لقاح كوفي 19 الدكتور علي الوليدي إن من بين المطاعم أكثر من 10 ألف ومائتي شخص من الكوادر الصحية وأكثر من 10 ألف وثمانمائة من كبار السن فوق 60 عاما فيما تم تطعيم أكثر من 32 ألف شخص من الفئات الأخرى وأضاف إن حملة التحصين الروتيني مستمرة في أعدن وبقية المحافظات المستهدفة المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم لجنة الطوارئ بمحافظة تعز الدكتور أحمد منصول دكتور مرحبا بك أهلا وسهلا أخي أطلعنا دكتور على الوضع الوبائي في تعز بالنسبة للوضع الوبائي لتيروس كورونا في المحافظة تعز الحالات متأرجحة أحيانا تزداد في المحافظة بشكل مفاقع عندما يكون عندنا حملات لأخذ عينات عشوائية من أوصات المجتمع أو من الحالات المبلغ عنها وإذا حصل أي تقصير في أخذ العينات أو تفتر كثير من الناس عن الحالات المصابة في منازلهم يكون العدد المبلغ عنه قليل بينما الواقع الذي يكشف حجم الوباء في المحافظة سواء كانت في المدينة أو في الريف الأعداد متزايدة وما زال الوباء ساريا في المجتمع في ظل كل ذلك كيف تواجهون الأعداد المتزايدة؟ نحن الآن كثفنا عملية فتح المراكز لإقراء عملية التطعيم في جميع مراكز المحافظة والتي تبلغ أكثر من 26 مركز في كل المدينيات المتواجدة في الأرياء في الوسط المدينة في كل مكان هذه الحملة هي التي ستحقق نجاح كبير بالخفض الحالات المصابة بكوفي-19 أو منعاً لأي انتشار لوباء خلال فترة تحصي عالية توزيع اللقاحات كيف تتم؟ نعم توزيع اللقاحات متواجدة في المحافظة وتقريباً بلغ عدد الوافقين إلى هذه المراكز أكثر من 10 ألف إنشان وتم تطعيمهم خلال فترة السابقة دكتور أحمد بنصور الناتق الرسمي باسم لجنة الطوارئ محافظة تعز شكراً جزيلاً لك عالمياً تخطى عدد المصابين بالبيروس التاجي حاجز 169 مليوناً في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء أدت إلى عودة عدد من الدول إلى تجديد الإجراءات وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفي-19 وصل إلى 169 مليوناً و156 ألفاً فيما تجاوزت الوفيات 3 ملايين و514 ألفاً ووصل عدد من تم شفاءهم من المرض إلى أكثر من 150 مليوناً و810 آلاف شخص وفي ظل تفشي الوباء وتزايد متحوراته المخيفة منح الرئيس الأبريكي جو بايدن مهلة للمخابرات لتحديد أصل نشأة فيروس فرون التاجي أو ما يعرف علمياً بكوفي-19 وإيجازه في تقرير مفصل خلال 90 يوماً بعد أن تحول فيروس كورونا المستجد بشكل خضير ليتحول إلى الشكل الذي يضرب أوروبا ويهدد لولايات المتحدة ومعظم دول العالم تصاعدت التحذيرات وعادت المخاوف إلى الواجهة من إمكانية إصابة عدد أكبر من البشر وقدرة هذا الفيروس التاجي في توسع دائرة انتشاره بشكل ملحوظ في وقت زمني قصير الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الأجهزة الاستخبارية في الولايات المتحدة تقريراً حول منشأ كورونا خلال 90 يوم وكان البيت الأبيض قد أعلن الاثنين الماضي أنه لا يمكن للمسؤولين التوصل إلى نتيجة حول منشأ فيروس كورونا من دون تحقيق مستقل وتوفر المزيد من البيانات من الصين وخصوصاً من مدينة ووهان التي ظهر فيها الوباء لأول مرة السكرتير الصحفية للبيت الأبيض أكدت عن تقرير ضالبتها لمنظمة الصحة العالمية بدعم تقييم وجريخ خبراء بشأن أصل الجائحة ويكون خالياً من التدخل والتسييس كما أصرت على أن المسؤولين لن يتسرعوا لاستنتاجات قبل عملية دولية فعلية لاستكمال المعلومات حول الوباء الذي اشتاح العالم تقرير بحثي أصدرته منظمة الصحة العالمية في مارس وجد أن فيروس كورونا المستجد انتقل على الأرجح من الحيوانات إلى البشر ووصفت نظرية تسربه من المختبر بأنها غير مرجحة للغاية التقرير أشار إلى أن أكثر من 1750 عالماً وخبيراً من 124 دولة أوصوا بأهمية مضاعفة الجهود لاكتشاف وفهم المتغيرات الناشئة عن الفيروس المتسبب بمرض كوفيد-19 وتأثيرها على التشخيص والعلاج واللقاحات في وقت مبكر والوصول إلى نتائج تكشف منشأ كورونا وتدوراته الأخيرة التي تهدد سكان المعمورة وفي النشرة أيضاً ميليشيا الحوثي تحرم الفقراء من زكاة النفس البالغة 11 مليار ريال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في تعز خرج المئات من المواطنين في مسيرة منددة بما أسموه بالفساد المستشري في مفاصل الدولة المدنية والعسكرية والأمية طالب المحتجون فيها بترحيل الفاسدين وتوفير الخدمات الأساسية شهدت مدينة تعز تظاهر احتجاجية من طلاب وموظفين مدنيين وأسكريين وعمال نددوا بالفساد المستشري في مؤسسات الدولة والذي يعد بمثابة سرطان قاتل مطالبين بإنقاذ تعز من مافيا الفساد ومحكمة الفاسدين ووقف الجبايات ونهب الموارد في المدينة التي تئن من وطأة الاستبداد والفساد المستشري في كل مفاصل السلطة المدنية والعسكرية والأمنية والأجهزة التنفيذية اليوم تعز بكافة أبنائه وأطيافه لزل ضد الفساد فهناك في صنعاء من اكتثل القمهورية اليمنية ومن يسمون أنفسهم حنشان الضمى وهنا في تعز أيضا حنشان العمى كلهم أدوا إلى فناء الدولة أدوا إلى الفساد أدوا إلى نهب المواطن كما عبر المحتقين في المسيرة الجماهيرية عن مطالبهم المشروعة في توفير الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه والنظافة والتحسين والرواتب وتوفير المشتقات النفطية والغاز والصحة والتعليم وجميعها مطالب مشروعة فقدها المواطنين في المدينة منذ أكثر من ست سنوات ولا زالت غائب عنهم دون مبررات سوى عقز وفشل السلطات في توفيرها اليوم نحن نعاني من إرتفاع الأسعار فما فيش واحد مرتبط لنا فالذلك نطالب أنا من خلال قناة اليمن اليوم نطالب المجتمع الدولي إحالة كميع المسؤولي اللاخل المدينة العز من العلف إلى الياء إحالته من المعاكم وإلى الإرادة عقزة سنوات شبه سنوات وأكثر ونحن ننتظر التغيير ونحن ننتظر التغيير نعلق عسى الاستفاف الوطني المعركة الواحدة معركة ضد الحوثي أن تظرنا لحبونا فرقونا لتشهونا رفع المتظاهرين في المسيرة التي انطلقت من جولة العواضي حتى مبنى السلطة المحلية اللافتات والهتفات المعبرة عن مطالبهم الهادف إلى ترحيل الفاسدين من مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية في المدينة تفشي الفساد في مؤسسات الدولة لا تقل قسامة عن حرب وحسار الميليشيات الحوثية للمدينة منذ سبع عوام لا فرق بين من يقتلنا بالرصاص ومن يقتلنا بالجوء هكذا يوكد المتظاهرون هنا عواد الوهباني اليمن اليوم تايز وفي الملف الاقتصادي ميليشي الحوثي تحرم الفقراء من 11 مليار ريال زكاة النفس وتسطو على مستحقات موظفي صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تؤكد أن اقتصاد السوق سيكون الدافع لإعادة بناء اليمن بشرط توقف الحرب جولتنا الاقتصادية نستهلها بشأن المحلي حيث حرمت ميليشي الحوثي الفقراء من 11 مليار ريال زكاة النفس في رمضان المبارك والتي تسلم الفقراء والمحتاجين مباشرة قبل صلاة العيد كل عام وكشفت مصادر تجارية أن حصيلة الحوثيين من مورد الزكاة على الأموال والذهب ارتفع إلى أكثر من 100 مليار ريال لكنها لم تصل إلى مستحقيها وإنما تذهب إلى قيادات المشرفين حوثيين ودعم يطلقون علي بالمجهود الحربي والمناسبات الطائفية والمراكز الصيفية التي تروج لفكرة الجماعة الداخل على الشعب اليمني وكان برنامج لغذية العالم توقع أن يؤدي وصول الزكاة إلى عيد الفقراء إلى تحسين الأمن الغذائي مؤقتاً لكثير منهم لكن الحوثيين صادروا حقوقهم صدت قيادة الحوثي على مستحقات مالية لموظفي صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب وصدت فساد مالي وإداري تشهد مرافق المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيدرة ميليشي الحوثي وقالت مصادر محلية أن الفساد عكس على أداء الصندوق في شوارع المدينة والتي تشهد تكدساً لقمامة وانتشار النفايات بشكل غير مسبوق وكشفت المصادر عن شيك مالي صرف مؤخراً من إرادة الصندوق بمبلغ 6 ملايين ريال صرف كحواجز مالي الموظفين قبيل العيد إلا أنه لم يسرف منه سوى القليل قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن اقتصاد السوق سيكون القوى الدافع على إعادة بناء اليمن بعد الصراع بفعل ارتفاع الطلب عالمياً على المنتجات اليمنية الشهيرة مثل العسل والبني والأسماك وجاذبية السوق اليمنية للمنتجات الاستهلاكية ويعد اليمن سادس أكبر دولة في الشرق الأوسط في استهلاد المنتجات الاستهلاكية حيث يستورد 90% من احتياجاته من الخارج وأضافت الوكالة أن اليمن في أزمة حالياً إلا أنه يمتلك الموارد الاقتصادية اللازمة لعادة البناء والاندماج مع الاقتصاد العالمية وبحاجة لاستثمار خاص لجلب التكنولوجيا والاتصالات والخبلة الإدارية للسوق اليمنية وتوقعت الوكالة أن مع استقلال اليمن وتوقف الحرب ستظهر خرص استثماري الجذابة لتمكين الاقتصاد من زيادة داخل الأسرة والتوظيف وتقليل الحاجة لمساعدة المانحين بالإضافة لعودة استثمارات المغتربين اليمنين داخل وطنهم باستثمارات الأسلمال الصغيرة وتوسيع السوق الاستهلاكي الكبير وإجراء اصلاحات لتمكين القطع الخاص لتنمية هذا الاقتصاد الذي أضعفته الحرب كشفت مصادر محلية أن الجزء الأكبر من حصة محافظة عدن من الغاز المنزلي باتت تباع في الأسواق السوداء ولا وجود لمحطات الغاز التي تم افتتاحها مؤخرا يأتي هذا في وقت أكد في مسوقي الغاز المنزلي في عدن عن أزمة غاز المنزلي خانقة تلوح في الأفق ستزيد من معاناة المواطنين في ظل أزمة الخدمات المتتالية التي أرهاقت كائل المواطنين البصداء مستنكرين اختلاق الأزمات وتوقف المحطات عن العمل في حين أن الخمسة المحاطات التجارية وشركات الغاز اليمن يبع عدن لديه من الغاز المخزون الكافي ولكن لم ترسل أي كشفات مسوقي الغاز لتم تزويد مديرية محافظة عدن بالغاز المنزلي وأخيرا كسرت أسعار الذهب في أسواق المعدن النفيسة العالمية حاجز الألف وتسعمائة دولار للأوقية بدعم تراجع الدولار وتنمي المخاوب شان التضخم بعد أن أبقى مجلس الاحتياطية الاتحاد الأمريكي على موقف مائل للتسيير بشأن أسعار الفائدة وزاد الذهب في المعاملات الفورية الثلاثة من عشر في المئة إلى ألف وتسعمائة وخمسة دولارات وستة وثلاثين سنة للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير الماضي ضربت هزة أرضية مساء الأربعاء جزيرة سقطرة اليمنية وأبلغ سكان سقطرة عن شعورهم بهزة أرضية وتحديدا في منطقة نوجد على الشريط الساحلي الجنوبي للجزيرة وكانت هزة زلزالية قد حدثت قبالة سواحل اليمن الشرقية مؤخرا حيث تشهد السواحل الجنوبية اليمنية هزات بشكل متواصل وفي الختام تذكر بأبرز العناوين أربعة جرحى من الأطفال في هجوم حوثين بطائرة مسيرة استهدفت مدرسة في التحيطة جرحى القوات الحكومية في الداخل والخارج واصلون مطالبتهم باستكمال علاجاتهم جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطيني لقاءنا على خير في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة